نشط مفصل الأخبار نستهلها بالعنوين إحالة قرار لوقف الدعم الأمريكي للسعودية في حربها على اليمن للمناقشة العامة في مجلس الشيوخ ماتس يقول إن السعودية تؤدي دورا جوهريا في الحفاظ على أمن إسرائيل وبومبيو يؤكد أن لا وجود لتقارير تربط ولي العهد السعودي بقتل خاشقجي مع وصول ولي العهد السعودي القضاء الأرجنتيني ينظر في دعوة من هيومن رايتس ووتش بشأن الجرائم في اليمن ومقتل خاشقجي وزارة الدفاع الروسية تكشف عن وجود مصنع مواد وأسلحة كيميائية لداعش في دير الزور السورية وفي النشرة أيضا دمشق تستعيد زخم الحياة بعد إزالة الجزء الأكبر من الحواجز الأمنية من شوارعها أهلا بكم أحال مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قرار متعلق بوقف الدعم العسكري الأمريكي للسعودية في حربها على اليمن إلى المناقشة العامة داخل المجلس على أن يتم التصويت عليه في وقت لاحق من الأسبوع المقبل وصوت لصالح رفع مشروع القرار إلى المناقشة العامة 63 عضوا فيما عرضه 37 البيت الأبيض أعلن أن الصيغة الراهنة للمشروع غير مقبولة ويجب تعديلها وإلا فسيمارس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حق الفيتو في نقده حول هذا الموضوع معنا من واشنطن مدير مكتب الميدي منذر سليمان منذر إذا مشروع وقف الدعم الأمريكي للسعودية في عدوانهما على اليمن أن يجتاز المرحلة الأولى أن صح التعبير وتم رفعه للمناقشة العامة لو تضعنا في تفاصيل التصويت وهل كان بمثابة محاولة عرقلة للتصويت بشكل عام لا شك أن التصويت يشكل إنجاز معنوي كبير ورمزي بالتأكيد حتى الآن كونه ليس مشروعا قابلا للتنفيذ بالصيغة الحالية من قبل معدي المشروع أمام البيت الأبيض بالتأكيد وأمام ما جرى من مناقشة وإجاز قدمه ودفاع مستميت يمكن القول من قبل وزير الدفاع ووزير الخارجية أمام كل أعضاء مجلس الشيوخ خاصة عندما نقش موضوع العلاقة مع السعودية وموضوع أيضا مقتل خاشقجي لذلك هذا المشروع قدم في مارس آذار الماضي ونال فقط 44 صوتا فأن ينال 63 صوتا يعني ذلك أن هناك مزاجا متزايدا داخل الكونجرس يضاف إلى ذلك أنه بعد مقتل خاشقجي شكل عاملا إضافيا بإرسال رسالة قوية بأن هناك معارضة لاستمرار الحرب في اليمن طبعا في خلفيات هذا المشروع وإعتراض البيت الأبيض عليه لماذا خلفيات هذا المشروع باختصار أنه يعتبر أن الولايات المتحدة تشارك في هذه الحرب وبالتالي عليها فقط أن تشارك بموجب قانون سلطات الحرب أو التفويض بالعمل العسكري فقط بناء على التفويض السابق المرتبط بمحاربة الإرهاب وبالتالي يكون دور الولايات المتحدة فقط مخصص لمحاربة الإرهاب في اليمن يعني محاربة تنظيم القاعدة وبالتالي يفصل معدي المشروع بين المعونة والمساعدة والدور الأمريكي العسكري المستقل عن ضرب القاعدة وبالتالي من هنا تأتي معارضة البيت الأبيض معارضة البيت الأبيض تقول بأننا لا نشترك في الحرب وهذا تفسير طبعا قابل للإجتهاد لأنه لم يكن هناك عناصر عسكرية مباشرة ولكن الدعم اللوجستي الكبير والأسلحة والدخيرة وحتى التزويد بالوقود وتقديم الاستخبارات والأهداف وكل ذلك هذا يعني أن الولايات المتحدة تشارك ولكن المشكلة أن المناورات البرلمانية دفعت بهذا المشروع بدل أن يكون التصويت عليه مباشرة أن يتم التصويت فقط لرفعه من لجنة شؤون الخارجية إلى عموم مجلس الشيوخ طبعا هناك إمكانية لأن تجري عليه بعض التعديلات لكي يصبح مقبولا لمن يعترض عليه ومن قبل البيت الأبيض ولكن هذا أمر سيبقى أمر للمستقبل الموضوع الأساسي هنا أن هذا المشروع قد لا يصل إلى موقع التنفيذ والإقرار لماذا؟ لأن مجلس الشيوخ حتى لو تم الموافقة في مجلس الشيوخ قبل استلام مجلس النواب الديمقراطي مهامه سيأتي هذا المشروع يذهب إلى مجلس النواب مجلس النواب الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري لن يمرر هذا المشروع وبالتالي لن يحتاج حتى الرئيس لممارسة حق الفيتو حتى في حال كانت الصيغة لا تزال كما هي الآن التي يعترض عليها البيت الأبيض طبعا هناك احتمالات بأن يكون هناك تعديلات وأن يرسل هذا الأمر إلى العام القادم عندما يكون مجلس النواب بيد الحزب الديمقراطي فإذا المجلس الشيوخ قدم صيغة مقبولة لوقف الدعم العسكري للسعودية سيكون هناك إمكانية لمجلس النواب للمصادقة عليها وعند ذلك يذهب هذا القرار بالصيغة النهائية للبيت الأبيض لكي يتخذ موقفا منه إما بالموافقة أو بالنقد بكل الأحوال المناخ العام مناخ مستاء ومن قبل أعضاء مجلس الشيوخ وهم لم يكن هناك رضا عما قدم وخاصة أن كان هناك مطالبة بأن تأتي وكالة الاستخبارات المركزية ومثلين عنها يعني جين هاسبل تأتي لتقدم لمجلس شيوخ المعلومات التي لديها ويبدو هناك جدال إن كان البيت الأبيض قن منعها أو أنها امتنعت عن القدوم بسبب أنها قدمت بعض المعلومات لأعضاء الكونغرس بطريقة سرية حتى لو أتت هذه المسؤولة للإستخبارات سيكون هناك جلسة سرية ولكن سيكون بمقدور أعضاء مجلس الشيوخ مساءلتها والحصول على المزيد من المعلومات يعني كان ملفت للأسف أن موقف وزير الدفاع الذي كان يعتقد أنه ربما الرجل الأكثر حكمة في هذه الإدارة والغير متهور أنه أيضا قدم دفاعا مستميتا عن ولي العهد السعودي عندما قال أنه لا يوجد دخان مسدس هنا وذلك الإشارة إلى هذا الأمر أنه هو كأن محمد بن سلمان نفسه هو الذي قتل خاشقجي يعني كان يفترض أن يكون هناك قول بأنه لا نزال ننظر وهذا الأمر لا يزال قائم حتى بومبيو أشار إليه نحن حتى الآن أقمنا ببعض العقوبات تتعلق بالأشخاص الذين أدينوا وقال القضاء السعودي أنهم مدانون ولكن نحن سنتابع التحقيق وإذا تكشف الأمر عن مزيد يمكن الإقدام على خطوات أخرى ولكن يبقى هذا المشروع وكأنه محاسبة للسعودية بقطع النظر يعني هو نوع من ردة الفعل من قبل أعضاء مجلس الشيوخ باعتبار أن المولايات المتحدة لديها مسؤولية فعلية في المأساة الإنسانية المستمرة في اليمن نعم منذر كيف يعالج الديمقراطيون ورافضوا هذا المشروع مسألة تجاوز عقبة التصويت كما ذكرت بالتفصيل قبل قليل أنه يمكن ربما سيكون هناك فيتو سيكون هناك تأجيل ربما لا حاجة حتى لمسألة استخدام الفيتو كون المجلس بأغلبية جمهورية كيف يعالج دمقراطيون ورافضوا هذا المشروع هذه النقاط هل من مصلحتهم التأجيل هل هذا أيضا جلسة مقبلة لن تكون حاسمة في هذا المجال بالتأكيد الحزب الديمقراطي يرغب في أن يكون هناك مشروع قرار يوافق عليه بأي صيغة ما لذلك لن يكون هناك اعتراض ديمقراطي على إيجاد بعض التعديلات التي ربما لا تغير في جوهر الموضوع وإن كان طبعا المناورات البرلمانية أحيانا تحاول إلقاء التهمة واللوم على طرف دون آخر الحزب الديمقراطي سيسعى في المناقشة العامة وأن يصبح هناك مناقشة وهذه أول مرة أن تتم بهذه الطريقة العلنية أن يناقش مزل الشيوخ هذا الأمر هذا إنجاز بحد ذاته لأنه سيضع الرأي العام أيضا ينور الرأي العام يشكل عامل ضغط إضافي وقد يعني ما يعول عليه الحزب الديمقراطي أن الأجواء التي يمكن أن يخلقها مثل هذا الجدال وهذا التصويت الذي تم اليوم الذي يشير إلى أن هناك أعضاء في الحزب الجمهوري أيضا لديهم موقف متشدد من السعودية ويرغبون في التعبير عنه وإن كان بهذه الطريقة الملتفة حول عدم معاقبة من ارتكب أو من أمر بجريمة خاشغجي أنه ربما سيغير هذا المناخ من موقف الرئيس ليقبل أو أن كل هذا الجدال والنقاش وهذا التصويت قد يؤدي بدفع العملية السياسية ودور الأمم المتحدة وممثل الأمم المتحدة الذي يقود المفاوضات الآن والتي يفترض أن تجري قريبا بأنه يمكن أن يكون هذا عامل إيجابي في وقف الحرب وبالتالي يكون بطريقة غير مباشرة قد تم إنجاز ما يرغب به أصحاب هذا المشروع هذا أمر طبعا يبقى معلق في الهواء ولكن سيكون بمقدور الحزب الديمقراطي ممارسة ضغوط أكثر في العام القادم عندما يتسلم الحزب الديمقراطي أغلبية مجلس النواب حتى ذلك الوقت سيكون هناك اكتفاء بهذا الانتصار الرمزي الذي تحقق وفي محاولة خلق مناقشة عامة في الداخل الأمريكي وداخل أروقة الكونغرس باتجاه تضغط على الإدارة وعسى أن ترمب يمكن أن يعدل بموقفه بمعنى يقايد بين عدم التوغل في محاسبة ولي العهد بأن يكون هناك فقط عقاب بطريقة غير مباشرة دون المس بصفقات الأسلحة التي يتحدث عنها دائما والتي لا يوجد حتى في هذا المشروع حديث عن إيقاف صفقات الأسلحة وفقط الدعم العسكري الأمريكي المتعلق بدعم السعودية في حرب اليمن نعم لا ألم إذا ما كان هناك ضغوطات أيضا تمارس من قبل اللوب الصيوني في الولايات المتحدة خاصة وأنه ورد اسم إسرائيل كثيرا اليوم بومبيو بالأمس القريب أيضا ترامب لمحا إلى مسألة الاستقرار المنطقة بوجود السعودية وتأثيرها أيضا على إسرائيل بالتأكيد هذا الموضوع هو نوع من السلاح السري العلني الذي يمارسه ترامب بتذكير الديمقراطيين وهم تقليديا القلعة الحصينة لدعم الكيان الإسرائيلي بأنكم لاحظوا أنتم إذا توغلتم كثيرا في محاسبة السعودية لدرجة يمكن أن تتعرض العلاقات والشراكة التي يتم الحديث عن الشراكة السعودية الأمريكية أن هذا قد أيضا يعرض إسرائيل للخطر يعني علينا التذكر هو لم يقل فقط أن بدون السعودية ستكون إسرائيل في ورطة هو قال بأنه على هل تسألونني بأن تغادر إسرائيل المنطقة بمعنى أنه مسألة وجودية بالنسبة لإسرائيل موضوع تخريب العلاقة مع السعودية يعني تخريب العلاقة الأمريكية السعودية قد يؤدي إلى جعل مصير الوجود الإسرائيلي بخطر وهذا طبعا تقدير كبير يضاف إلى ذلك أنه ذكر مسألة في غاية الأهمية مؤخرا وجديرة بالذكر هنا أن النفط لم يعد هو السبب الأساسي في تواجد القوات الأمريكية في المنطقة بل حماية إسرائيل وهذا إضافة طبعا تقليديا كان دائما التواجد الأمريكي والانخراط الأمريكي هو لحماية إسرائيل ولكن أن يقال أنه حتى موضوع النفط لم يعد أساسا الأساس هو إسرائيل في معنى أيضا تركيز الإشارة للحزب الديمقراطي ولمؤيد إسرائيل بأنكم عليكم أن تتنبهوا بأن لا تستمروا في انتقاد السعودية إلى مدى أبعد مما هو مرغوب من قبل الإدارة شكرا جزيلا لك منذر سليمان مدير مكتب نايدين كنتم معنا من واشنطن أكد وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتس أن السعودية تتؤدي دورا جوهريا في الحفاظ على أمن المنطقة تتطادي عن المصالح الأمنية الأمريكية حتى في ظل سعي الولايات المتحدة لمحاسبة المسؤولين عن قتل الصحفي جمال خاشقجي معتبرا أن ممصلحة واشنطن إنهاء الحرب الأهلية والتصدي لما سماه نفوذ إيران في اليمن وأضاف ماتس أن وقف الدعم العسكري الأمريكي في اليمن ومبيعات الأسلحة للشركاء سيكون قرارا يجانب الصواب إلى ذلك قال السيناتور الديمقراطي بيرني ساندرز أن اليمن يعيش أسوأ أزمة إنسانية بسبب الغزو الذي قدته السعودية منذ ثلاث سنوات ودع ساندرز الكونغرس الأمريكي إلى أن يكون جزءا من الكارثة أو أن لا يكون جزءا من الكارثة الإنسانية في اليمن كما دع واشنطن إلى إنهاء مشاركتها في الحرب ضد اليمنيين في الوقت الراهن في اليمن نشهد أسوأ أزمة إنسانية على الأرض لقد شهدنا بالفعل وفاة 85 ألف طفل تقول الأمم المتحدة إن ملايين الأشخاص يواجهون المجاعة وهناك عشرة ألاف حالة كوليرا تتطور كل أسبوع كل ذلك بسبب الغزو الذي قادته السعودية ضد اليمن منذ ثلاث سنوات بقيادة ديكتاتورية استبدادية على الكونغرس الأمريكي أن يقول للسعودية إننا لن نستمر في أن نكون جزءا من هذه الكارثة الإنسانية وإننا سننهي مشاركتنا في تلك الحرب المرعبة أكد وزير الخارجي الأمريكي مايك بومبيو أنه لا توجد معلومات مباشرة تربط بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وأصدار الأمر بقتل الصحفي السعودي جمال خاشغجي وفي حديثا للصحفيين قال إن كل المعلومات الاستخبارية التي طلع عليها تأتي في هذا الإطار أعتقد أنني قرأت كل معلومات استخبارية واردت خلال الساعات القليلة الماضية لقد قرأت كل شيء لا توجد معلومات مباشرة تربط بين ولي العهد والأمر بقتل جمال خاشغجي السناتور الديمقراطي كريستوفر كونز أكد أن السعودية يجب أن تدفع ثمن أعمالها التي تنتهك من خلالها القيم الأساسية الأمريكية قائلا إن على السعودية هل تدرك أيضا أن عملية قتل الصحفي أعزل لها عواقب سوف أغير تصويت وأصويت لصالح مشروع ساندرز أعتقد أنه حان الوقت لإرساد إشارة واضحة وقوية إلى حليفنا الوثيق في السعودية بأن الأعمال التي تنتهك قيمنا الأساسية مثل قتل صحفي ستكون لها عواقب السناتور الجمهوري لينسي جراهام اعتبر أن علاقة الولايات المتحدة مع السعودية لن تعود كما كانت إذا ثبت أن عملية قتل خاشغجي جرت بعلم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بصراحة لن أخسر القدرة على التزود بالنتائج من وكالة الاستخبارات المركزية حول إذا ما كانت تقديراتهم تدعم قناعة إنما حدث غير ممكن من دون علم بن سلمان بحال تم تزويد بمعلومات تدعم هذه الخلاصة التي كونتها بشكل غير نهائي لن يكون التعامل مع السعودية كالمعتاد بعد اليوم طلب مكتب القاد الاتحادي في الأرجنتي من وزارة الخارجية الأرجنتينية جمع معلومات بشان اليمن وتركيا والمحكمة الجنائية الدولية القاد الاتحادي ريال ليخو أشاري لأن الطلب جاء بناء على شكوى أصدرتها منظمة هيومن رايتس واتش ضد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مضيفا أنه يسعي للحصول على معلومات عن أي قضايا تتعلق بقتل خاشغجي في اسطنبول وبجرائم الحرب في اليمن ومع وصول ابن سلمان إلى الأرجنتين لحضور قمة العشرين بدأت الأنظار تتجه إلى قادة العالم وطريقة تعاملهم مع الرجل وسط الغضب الدولي الذي تواجهه المملكة السعودية وابن سلمان شخصيا على خلفية مقتل جمال خاشغجي علي مرتضع فيما يشبه مديح النفس أقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على شكر نفسه لخفض أسعار النفط العالمي عازيا السبب إلى مكالمة أجراها مع القيادة السعودية يأتي ذلك فيما تضاربت التصريحات الأمريكية حول ما إذا كان ترامب سيلتقي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على همش قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين حيث أكد جون بولتون مستشار البيت الأبيض للأمن القومي إن الرئيس الأمريكي لا يخطط لعقد لقاء مع ابن سلمان خلال قمة مجموعة العشرين فيما نقلت وكالة رويترز أن البيت الأبيض أوضح أن ترامب لا يستبعد التواصل مع ولي العهد السعودي لكن جدول قمة العشرين مزدحم المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم جالن أشار إلى إمكانية إجراء لقاء بين الرئيس رجل طيب أردوغان وولي العهد السعودي على همش قمة مجموعة العشرين فيما أعلنت الرئاسة الروسية أن الرئيس فلاديمير بوتين سيلتقي ابن سلمان على همش القمة يهدف ابن سلمان بمشاركته في قمة العشرين لإطفاء نوع من الرضى الدولي عليه وإخماد غضب العالم تجاهه بعد حادثة مقتل السحفي جمال خاشقي صحيفة الجارديان الأمريكية علقت على حضور ابن سلمان قمة العشرين مشيرة إلى أنه جدول حضوره وسط لحظة حقيقية يفضل قادة العالم تجنبها مضيفة أن القوى الغربية على رأس واشنطن ولندن وباريس رفضت وقف تصدير الأسلحة إلى السعودية رغم المذبحة في اليمن وحتى بعد الغضب العارم إثر مقتل خاشقجي فإن صفقت الأسلحة بمليارات الدولارات مستمرة وتبعت الصحيفة أنه بالنسبة لمعظم باقي قادة مجموعة العشرين يشكل التقاط صورة تذكارية مع ولي العهد السعودي كابوسا سياسيا في الجزائر حذرت الأمينة العامة لحزب العمال الاشتراكي لويزا حنون من تبعات زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للجزائر حنون في تصريح ليلة الميادين توقعت أن تحدث احتجاجات عارمة ضد زيارة ابن سلمان للجزائر مؤكدة رفضها طبيض صورته في الجزائر حنون أكدت أن هذه الزيارة سياسية رافضة تبريرات مسؤولين قبولها لكون الجزائر بعيدة جغرافيا وإيديولوجيا عن المملكة السعودية في هذه المواضيع تعرف شبابنا عندهم طرق نتاحهم يقدروا يخرجوا يحتجوا بلما يناديهم أي حد فأحنا حذرنا الحكومة اليوم من هكذا مغامرة يعني تتحمل مسؤوليتها إذا كان حقيقة جاء وإعترضنا بشدة على تصريح المدير العام لأنه كان يقول أنه نفصل ما بين الأعمال بين الأعمال وبين السياسة لا مجيء محمد بن سلمان سياسة وعندما نتناقش مع النظام السعودي ومع بلدان أخرى حول البترول هذه السياسة هذه ليست أعمال هذه السياسة وبالتالي نحن لا نقبل هكذا مبررات في كل الأحوال أكد الكاتب والخبير الاقتصادي الجزائري جمال شرفي للميادين النولية العهد السعودي محمد بن سلمان يحاول كسب ود الجزائر ولسيما في مجال النفط والصناعات البترو قيموية مضيفا أن النولية العهد السعودي يحاول تلميع صورته أمام الشعب الجزائري ولسيما بشان حرب اليمن وقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي أنا أتوقع بأنه سيكون هناك شراء لود جزائري من خلال عرض سيكون دسما لكن لحد الآن هي آثرت السعودية عدم الإعلان عن نواها الحقيقية اقتصاديا للزيارة المرتقبة للجزائر بعد قيمة العشرين الآن أعلم بأن الجزائر تشكل محورا اقتصاديا هام في شمال إفريقيا أو في المغرب العربي باعتبار كبارها باعتبار إمكانياتها الاقتصادية الهامة الآن السعودية ستلعب على هذا الدور يجب أن يكون لديها داخل العمق الاقتصادي الجزائري بالنسبة إلى صناعة النفط وكل ما يتعلق بالصناعة البيترو كيميائية تريد أن يكون لديها دورا فاعلا من خلاله تستطيع بعد ذلك تفكر أنها تستميل أو على الأقل يكون لديها تأثيرا باعتبار أنه عادة القرار الاقتصادي أو القرار السياسي عادة لديه دائما خلفية اقتصادية شدد وزير الخارجية تونسي خميس الجهناوي على أن المجتمع المدني له الحرية في التظاهر والتعبير عن رأيه غير أن الدولة تعمل على تدعيم العلاقة مع كل الأشقاء لمصلحة تونس مؤكدا أن أولي العهد السعودي مرحب به في البلاد تحت جنح الظلام حلة في زيارة من أربع ساعات ثم رحل لم يخرج فيها عن محيط المطار وأسوار القصر الرئاسي محادثات عن العلاقات البينية ومأدبة عشاء وتقلد وسام هي مراسم بروتوكورية تغط على زيارة مخالفة لنبذ الشارع التونسي الذي رفع الصوت في وجه ابن سلمان لا أهلا ولا سهلا زيارة خيبت ما سبقها من انتظارات بتقديم الدعم الاقتصاد البلاد المتعثر سعودية إذا بذلت فلوس فمن أجل تخريب هذه الشعوب وتخريب هذه الأمة ونرى أثار المال السعودي الفاسد في تخريب المنطقة رئيس الجمهورية ووزارة الخارجية تثبت أنه بصدد إقحام تونس في سياسة المحاور في سياسة ما يسبب التحالف العربي بقية العربية السعودية الذي لا دور له إلا قتل أطوال اليمن زيارة ابن سلمان أعطت أزمة الصراع بين القصبة وقرطاج بعدا خارجيا بمزيد الانغماس في صراع المحاور بحسب مراقبين حزب مؤثر في الحكم يوجه بوصلته نحو الدوحة وفي المقابل تتمسك رئاسة الجمهورية بتدعيم العلاقات مع المحور السعودي فيما ينطفذ الشارع لتصحيح وجهة البوصلة نحو فلسطين ونحو الانتصار لقضايا الحق والعدل وفي طلعتها مظلمة الشعب اليمني الإحاة بأن هناك دعم عربي في إطار إعادة ضبط موازين القوى في تونس وبالنسبة لهو علامة لأنه شخصية مقبول بها ومتعامل معها من طرف الدول بصورة رسمية هي زيارة بلا برنامج ومن دون أن تفرز أي اتفاق بين البلدين أراد من خلالها المضيف والضيف بحسب مراقبين الاستثمار في التسويق السياسي غير أن النتائجها كانت عكسية للشارع التونسي كانت الكلمة الفصل في الزيارة ليبلغ صدها كل أسقاع العالم وسيبقى الشارع التونسي الضمير الحية لشعب ينحز رغم نكساته الاقتصادية إلى مناصرة القضايا الإنسانية عيمة شارع تونس الميادين كما لو أنه ضيف ثقيل بالمعنى الدبلوماسي بات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في أسفاره الأخيرة انقلبت صورة ابن سلمان من ضيف مرحب فيه بفعل حملات العلاقات العامة الممولة بمبالغ هائلة إلى شخصية تستقبلها الدول على مضض ويقتصر حضورها على زيارات سريعة تقرير محمد محسن في طنجة المغربية رشت ملايين الدولارات ثمنا لإجازة الملك السعودي الصيفية عام 2017 وفق صحف مغربية عديدة جمعت أسعار الحجوزات دفعت الخزينة السعودية أكثر من عشرة ملايين دولار كلفة استجمام الملك والوفد المرافق هي ملايين تنفق على إجازة فكيف الحال بما ينفق على تحسين الصورة عبر العالم لشركات الاستشارات الدولية كماكنزي وكولر ومستشاري تلميع الصورة فيصبح اسمو ولي العهد السعودي في صحف غربية مؤثرة متلازما مع لقب الإصلاحي أو الأمير الطموح أو صاحب رؤية عشرين ثلاثين وغير ذلك مما ظهر فيما بعد أنه فطفاض على ابن سلمان إذا ما قورن بالعزلة التي بلغها اليوم بفعل سياساته الداخلية والإقليمية حملات الترويج التي كانت تسبق ابن سلمان تحولت إلى تحركات شعبية مناهضة لزيارته في طول الكرة الأرضية وعرضها فبات في تونس مثلا ذا صورة لا يغيب عنها من شار تقطيع الجثث ويغيب عنها المؤتمر الصحفي وبات هنا في الأرجنتين ضيفا محرجا للحكومة بعدما رفعت منظمة هيومان رايتس ووتش دعوة بحقه في القضاء الأرجنتيني وطالبت بالتحقيق معه وبين تونس وبيونس آيروس مرور سريع في مصر وطلب للقاء الرئيسين الأمريكي والتركي في كل ما يحصل ثم تنقلاب ضرب صورة ابن سلمان التي جهدت أجهزته في تعميمها ضمن حفلة علاقات عامة إقليمية ودولية لعلها مناسبة ترسم في ذهن الأمير الشاب صورة جديدة للعلاقات الدولية أساسها أن ليس كل الناس والده الملك سلمان أو عرابه السياسي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فالأول يحميه بحكم البنوة والثاني بحكم الصفقات المالية والسياسية على ذلك تحول ابن سلمان في معظم الإعلام الأمريكي مثلا إلى طاغية تشوه العلاقات الوثيقة معه صورة واشنطن وفي أعين الرؤساء المؤثرين في المشهد الدولي يدرك ابن سلمان على الأرجح أنه بات موضع ابتزاز سياسي واقتصادي لقاء إشعاره بأنه أساسي في هذا المشهد من يدرك أصول السياسة الدولية يفهم أن ولي العهد كان يشتري صورة إيجابية وأنه انتقل اليوم إلى شراء الوهم فصل قصير نواصل بعده نشرتنا أهلا بكم من جديد تعهد الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو بأن لا تتأخر الانتخابات المقبلة في بلاده على الرغم من فرض حال الطوارئ على طول الحدود مع روسيا وفي حديثه مع الجنود في منطقة تشيرنهاف الحدودية حث بوروشينكو على عدم منح روسيا أي فرصة لغزو أوكرانيا حسنا لا تمنح روسيا أي فرصة لغزو أوكرانيا لهذا السبب نحن نبذل كل ما في وسعنا لتوفير تمويل إضافي للقوات المسلحة قال مراسل الميادين في العاصمة روسية موسكو أن وزارة الدفاع اكتشفت مصنعا للذخائر الكيميائية في دير الزور السورية وتشير معطيات وزارة الدفاع الروسية إلى أن داعش يخطط لاستخدام الذخائر الكيميائية ضد الكرد أذو أكد مبعوث الرئيس الروسية الخاص إلى سوريا أليكسندر لوفرينتييف وجود نحو 15 ألف مسلح من جبهة النصرة في إدلب وأضف في تصريح صحفي أن موسكو تأمل أن تتمكن ما سمها المعارضة المعتدلة من التعامل مع الوضع في إدلب وأن تستعيد النظام بقواها الخاصة مؤكدا استعداد روسيا لتقديم المساعدة في ذلك بمشاركة الجيش السوري وعرب عن ثقة بلاده بالنجاح في تطهير مناطق شرقي الفرات من بقايا الإرهابيين مشيرا إلى أن الوضع في سوريا يتجه نحو الاستقرار ومع تراجع مصادر تمويل وموارد النصرة نسبيا بعد انكفاء بعض الدول عن دعمها في إدلب بات الخطف وطلب الفدية أحد أهم الموارد لديها لتمويل آلاتها العسكرية تجارة تدر ملايين الدولارات فضلا عن أن الخطف تستخدمه النصرة أيضا للانتقام وترهيب معارضيها ديمة نصيف المسدسات الكاتمة للصوت لرأس كل من يعارض الجولاني رائد الفارس وحمود جنيد في نعشي الاغتيال الناشطان الإدليبيان آخروا الآتين إلى المجزرة المفتوحة للنصرة التي حصدت أكثر من 400 ناشط وعاملا في المنظمات الإغاثية ومعارضين من فصائل مسلحة أخرى في الشهرين الماضيين وتتسارع عمليات التطهير الداخلي في إدلب التي ينفذها الجولاني لاستعادة الإمرة المطلقة والقيادة المركزية مع ارتفاع الأصوات المعارضة التي تطالب بالافتراق عن النصرة وتدعو إلى خروجها من المناطق السكنية التصفيات الجسدية تتقدم بسرعة منذ إعلان سوتي وذلك لإرهاب معارضي الجولاني أما الخطف فهو مورد النصرة الجديد للتمويل مع تراجع الدعم المالي للتنظيم 100 ألف دولار هي قيمة الفدية في حدها الأدنى التي تطلبها المجموعات الخاطفة للإفراج عن من تخطفهم وقد تصل إلى أكثر من مليون دولار 90% من عمليات الخطف تجري في مناطق سيطرة النصرة بحسب ناشطين الذين اتهموا عناصر الجولاني باستغلال هيمنتهم على المناطق وتوجيه اتهامات كيفما كان مدعين أنهم من القوة الأمنية النصرة تعلل الخطف بأنه يجري على يد عناصر غير منضبطين ولا علاقة لها بالخاطفين الفلتان الأمني يتوسع في المدن الإدليبية ورصاصه يحصد العشرات من الحناجر المعترضة على اعتقالات النصرة التعصفية وتصفية معارضيها حيث تشهد جثثهم أن إدلب لم تعد مقرا آمنا لأحد الدبابات التركية عند باب الهوى أغلقت الطريقة بوجه ملايين الدولارات التي تدفقت عبر الحدود من الخليج إلى خزائن النصرة أنقرة بدلت نسبيا من أولوياتها من أجل ساتشي ومن أجل التفرغ لمشروعها في إنهاء التهديد الكردي من دون الاستغناء بالكامل عن ورقة النصرة عمليات الخطف تجارة النصرة الرابحة التي تدر ملايين الدولارات لها ولحلفائها وقد تنفذها النصرة عبر أطراف إقليميين أيضا كما كان في صفقة الإفراج عن الصحفي الياباني السودا قبل شهر وفي صفقة راهبات معلولة في يابرود وقوات الإندف في الجنوب السوري ديما ناصيف ديماشق الميادين انطلقت في مدينة عين عيسى برفي الرقى الشمالي فعاليات مؤتمر الحوار السوري السوري بمشاركة شخصيات حزبية ومستقلين بإشراف مجلس سوريا الديمقراطية الذراع السياسية لقوات سوريا الديمقراطية ملتقا جديد للحوار السوري السوري نظمه مجلس سوريا الديمقراطية في مدينة عين عيسى شمال مدينة الرقى اللقاء الذي حمل عنوان بناء وتقدم ضم نحو 120 شخصية سياسية معظمها محسوب على تحالف مسد مع شخصيات مستقلة لم يشارك المعارضون من الأطياف الأخرى رغم دعوتنا لهم بالاسم وبالكتلة وبالنوع لم يشاركوا لأنهم أيضا لديهم حساباتهم في المناطق التي هم فيها وبالتالي لا يجرؤون على التقدم خطوة دون استشارات تغط على حضور اللقاء القوى السياسية الناشطة في شمال والشرق السوري من دون حضور سياسي وازن لباقي أطياف المعارضة بالرغم من أن الدعوة وجهت إلى الجميع غياب باقي أطراف المعارضة المشاركة في منصات الرياضي وموسكو والقاهرة والاعتلاف المعارض يعود بحسب مسؤولي مسد إلى ارتباطهم بأجندات خارجية وعدم القدرة على الخروج من عباءة الدول الداعمة لهم المعارضة الخارجية أو ما يسمى المعارضة في الخارج بما فيه المسلحين هؤلاء أعتقد هم المرتبطون بالخارج ولن يكون سهلاً عليهم لأن تركيا ترفض أي حضور في شمال سوريا أو أي اعتراف بالديمقراطية الموجودة هنا في المقابل يتمسك منظمو هذا الملتقى باعتباره خطوة لبداية وضع الأزمة السورية على سكة الحل من خلال تأسيس لحوار سوري سوري من الممكن أن يتوسع لاحقاً بما قد يسهم في بدء خطط للحل السياسي أي لقاء للسوريين هو يصف في مصلحة كل السوريين حتى لو لم نتمكن في حينه من استقطاع بالجميع يسعى مجلس سوريا الديمقراطية من خلال هذه اللقاءات إلى تحالف مع جهات سياسية مختلفة لتقديم نفسه كواجهة للمعارضة السياسية الداخلية لكن من دون أن ينجح في ذلك ويتهم بأنه يحمل مشروعاً تقسيمياً وانفصالياً أبد الأمين العم للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش استعداده للقاء ولي العد السعودي محمد بن سلمان لمناقشة المساعي لوقف الحرب في اليمن وفي تصريح سحفي عرب عن اعتقده بأن هناك فرصة لبدء مفاوضات فعالة في السويد نحن في لحظات حاسمة للغاية بشأن اليمن أعتقد أن هناك فرصة لنتمكن من بدء مفاوضات فعالة في السويد مطلع كانون الأول ديسمبر ولكننا لم نصل إلى ذلك بعد وبالطبع فإن السعودية حاسمة للغاية في هذا الشأن وأنا مستعد لمناقشة الأمر مع ولي العهد أو مع أي من المسؤولين السعوديين الآخرين لأنني أعتقد أنه هدف مهم جداً في اللحظة الراهنة أكد رئيس لجنة الثورية العليا في اليمن محمد علي الحوثي في تغريدة على تويتر أن كلام وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتس عن انهاء الحرب والتصدي للنفوذ إيران في اليمن يؤكد أن السلام هو مجرد فقاعة انفجرتها الولايات المتحدة من أجل عرقلة جهود المبعوث الأممي إلى اليمن مارتيني جرافيث لدعم السعودية مضيفاً أن واشنطن تبعث برسالة اعتراف بهزيمتها وعدم قدرتها على مواجهة إيران هجوماً مدفعياً وصاروخياً للجيش اليمني واللجان الشعبي على مواقع قوات الرئيس هادي والقوات السعودية عند الحدود اليمنية السعودية يخلف قتل وجرح في صفوفها يأتي ذلك فيما كثف التحالف السعودي غاراته على مدينة الحديدة غرب البلاد مريم عثمان صواريخ الجيش اليمني واللجان الشعبية تضيء ليلة نجران الحالك صواريخ تساقطت على معسكرات قوات الرئيس هادي والجيش السعودي مخلفة قتل وجرح في صفوفها وقد أفد مصدر عسكري يمني بإطلاق الجيش واللجان الشعبية ثلاثة صواريخ من طراز الزلزال واحد على تجمعات قوات هادي والقوات السعودية قرب السديس في نجران أيضاً الجيش اليمني واللجان أحفطوا محاولة تقدم لقوات هادي كانت قد تزامنت مع غطاء جوي من طائرات الأباتشي جنوب الربوعة في عسيرة فيما قتل وجرح عدد من عناصر قوات هادي خلال استهداف تجمعاتها بقضائف المدفعية شرقاً وقبالة جبل الدود في جزان أجواء المعارك المشتعلة على الحدود اليمنية لا تختلف حدتها عن تلك التي تسود الحديدة غرب البلاد إذ أفد مصدر عسكري يمني بسقوط عدد من القتل والجرح من قوات التحالف السعودي في هجوم للجيش واللجان على مواقعها غرب مدرية الدريهم جنوب الحديدة يأتي ذلك فيما واصل طائرات التحالف السعودي غاراتها المكثفة على المدينة الساحلية مستهدفة شارع صنعاء وجامع الحمادي وفندق الاتحاد في المدرية ذاتها أما في البيضاء وسط اليمن فقد قتل العشرات من قوات هادي بينهم قادة بإحباط الجيش واللجان الشعبية محاولتي تقدم أسندتا بغطاء جوي في جبهتين ناطع وقانية فيما قتل وجرح عدد آخر خلال سيطرة للجيش واللجان الشعبية على معسكر الضحاق في البيضاء أفادت مصادر مطلعة للميادين بأن حركة حماس وخلال زيارة وفدها الأخيرة للقاهرة وافقت على طلب الرئيس محمود عباس تمكين الحكومة الفلسطينية ولكن بشروط لنشاهين الكرة الآن في ملعب الرئيس الفلسطيني محمود عباس لإتمام المصالحة تقول حركة حماس وتؤكد أنها أبدت مرونة في تلبية شرط الرئيس المتمثل في تمكين الحكومة الفلسطينية في غزة على نحو تام فوفق مصادر مطلعة للميادين فإن حماس أخيرا وافقت على تنفيذ اتفاق 2017 عوضا عن اتفاق 2011 شريطة رفع العقوبات عن غزة ودفع رواتب موظفيها من خلال الالتزام بقرارات اللجنة الإدارية والقانونية إضافة إلى تأليف حكومة وحدة وطنية في مدة لا تتعدى 45 يوما بحيث تعرض على المجلس التشريعي بعد تفعيله وخلال هذه الفترة يعقد الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية ومن ثم تبدأ إجراءات الانتخابات في مدة لا يتجاوز سقفها الزمني الستة أشهر أما بحث سبل وآليات إعادة بناء الأجهزة الأمنية فهو مهمة القادة الأمنيين في الضفة الغربية وقطاع غزة حركة حماس هذه المرة تتقدم خطوة إلى الأمام لكنها تشكك في نيات الرئيس عباس وأعلنت على الملأ عدم ثقتها بالرجل لذلك ينخفض سقف توقعاتها في أن يكون رده إيجابيا لكن تبقى الآمال معلقة على قدرة جهاز مخابرات العامة المصرية على جسر هوة الخلافات والاختلافات بين الطرفين مطالب حماس أصبحت في عهدة الرئيس عباس الذي يصر على حكومة واحدة وقانون واحد ونظام أمني موحد وحماس بدورها تصر على أن تنفيذ بنود أي اتفاق مقبل لابد أن يكون بالتوازي وبالتزامن وعلى قاعدة شراكة الوطنية لانا شهين غزة أعلم يا دين منذ عام 1977 والأمم المتحدة تحيي اليوم الدولية للتضامن مع الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف وفي هذا العام يواجه الشعب الفلسطيني خطر الحرمان من التعليم والإغاثة فضلا عن خطر التآمر على حقوقه من خلال صفقات مشبوهة نزار عبود منذ واحد واربعين عاما واللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني حقوقه غير القابلة للتصرف تنظم جلسة سنوية خاصة لإحياء اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني لكن احتفال هذا العام ترافق مع تهديد خطر لتلك الحقوق أعمال الهدم واستمرار التوسع في الاستيطان والطرد القصري والعقوبات الجماعية لن تجلب السلام ويبقى الحل وفق جوتيريش بإقامة دولة فلسطينية تكون القدس الشرقية عاصمتها أما رسالة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس للجلسة فشددت على التمسك بقرارات الشرعية الدولية كأساس لا بديل عنه لكن إذا فشلت الجهود في إيجاد هذا الحل فإن الشعب الفلسطيني لن يختفي كما لن يقبل بالقهر والظلم كمستقبل له وسيواصل شعبنا كفاحه المشروع من أجل تحقيق حقوقه غير القابلة للتصرف والسعي إلى تحقيق المساواة في الحقوق للجميع في فلسطين الداريخية من دون تمييز إلى جانب رسائل التضامن من رئيس الجمعية العامة ورئيس مجلس الأمن الدولي ورؤساء الكتل السياسية تنظم اللجنة فعاليات ثقافية للتعريف بالقضية الفلسطينية لم يكن الشعب الفلسطيني يحتاج إلى التضامن الدولي بقدر حاجته إليه هذا العام فحقوق الشعب الفلسطيني مهجدة بالزوال والتلاشي ما لم تتضامن الشعوب الأخرى معه داسيما في ظل الإعداد إلى صفقة القرن التي تشارك فيها حكومات عربية مطبعة نزار عبود الأمم المتحدة نيويورك الميادين تستكمل محافظة دمشق صيانة والترميم الجسور والساحات الرئيسية بعد إزالة الجزء الأكبر من الحواجز الأمنية من شوارعها المدينة استعادت زخم الحياة والازدحام بعد طي صفحة الحرب تقرير محمد الخضر ورش عمل لا تتوقف في شوارع دمشق وساحاتها المدينة التي نفضت عن محيطها آخر المظاهر المسلحة قبل سبعة أشهر أطلقت مشاريع صيانة الجسور والأنفاق الرئيسية مشاريع تلي إزالة معظم الحواجز الأمنية وتعيد العاصمة كما كانت قبل الحرب تعويض القميص الأسفلتي اللي اهترى على أيام الحرب سنوات من الحرب ففي عنا عقود مع الشركة العامة للطرق والجسور بهذا الإطار في عنا عادة صيانة الحجر اللبون بالمدينة القديمة وبعدة مواقع بمدينة دمشق شركات حكومية تتولى التنفيذة ضمن ما توافر من إمكانات أضعفتها ظروف الحرب أعمال تتواصل في ظل الازدحام الخانقي في شوارع العاصمة المدينة التي يقتنها أكثر من خمسة ملايين نسمة صيانة وتأهيل جسري الصورة فكتوريا تم العمل أولا فكتوريا بالانتهاء للعمال الإنشائية والسفلية والعمال لفوق الجسر العلوية بالكامل الآن استكمالنا للعمل تم العمل الآن بجسر الصورة إعادة تجميل ساحة العباسيين وشارع فارس الخوري جارية وهي منطقة لا تفصلها عن حي جوبر سوى مئات الأمتار وقد استعادت الأحياء حيويتها وتكمل ترميم ما أصابها من قذائف هاوين ورصاص متفجر قمنا بأعمال إزالة الكتل المعدنية وهلا نقوم بأعمال إزالة الكتل البيتونية الموجودة بالساحة ويحل المحلة المساحات الخضراء المزروعة مشاريع محافظة دمشق تعتمد على الشركات السورية العامة ضمن خبرات محلية وآليات تحدى الظروف الحربي والعقوبات الاقتصادية تعود العاصمة السورية إلى ألقها رويدا رويدا بهمة وعزيمة أبنائها قبل ترميم بنيانها بنيان ينفذ عنه غبار الحرب في ظل إمكانيات مادية محدودة محمد الخضر من ساحة العباسيين بدمشق الميادين لم يجهز المستعمر الفرنسي والأوروبي على اقتصادات العديد من الدول فقط في مرحلة استعمارها بل نهب كنوزها الثقافية والتراثية ونقلها إلى متاحفه وآقبياته وحين يعترف بعض الأوروبيين بما اقترفوه من جرائم يبقى الاعتراف ناقصا بسبب ما خلفوه من خسائر في جميع الاتجاهات بعد بضعة أشهر من إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنه لا يمكن إبقاء التراث الأفريقي سجين المتاحف الأوروبية قدم تقرير للخبراء نصيحة لمكرون بإعادة ألاف المصنفات الفنية الأفريقية المحفوظة في المتاحف الفرنسية إلى مواطنها الأصلية في أفريقيا ويقتضي تنفيذ النصيحة تعديل القانون الفرنسي للسماح بإعادة المصنفات الثقافية والفنية عن طريق عقد اتفاقيات ثنائية بين فرنسا والدول صاحبة هذه المصنفات قبل هذه المرحلة كانت عشرات الدول الأفريقية قد طالبت رسميا باسترداد كنوزها الثقافية التي سرقها المستعمر الفرنسي إبان احتلاله تلك الدول وقد وصل عدد القطع المنهوبة إلى 90 ألف عمل فني وتراثي بينما هناك ما يقرب من 90% من التراث الثقافي الأفريقي الذي استولى عليه المستعمرون الأوروبيون تباعا ما يعد أكبر جريمة ثقافية وإنسانية في حق الشعوب الأفريقية وثقافاتها تذكر بعنوين نشاتنا حالة قرار لوقف الدعم الأمريكي للسعودية في حرب على اليمن المناقشة العامة في مجلس الشيوخ ماتس يقول أن سعودية تؤدي دورا جوهريا في الحفاظ على أمن إسرائيل وبومبيو يؤكد أن لا وجود لتقارير تربط ولي العهد السعودي بقتل خاشقجي مع وصول ولي العهد السعودي القضاء الأرجنتيني ينظر في دعوة من هيومن رايتس ووتش بشان الجرائم في اليمن ومقتل خاشقجي وزارة الدفاع الروسية تكشف عن وجود مصنع مواد وأسلحة كيميائية لداعش في دير الزور السورية وكان في نشرتنا دمشق تستعيد زخم الحياة بعد إزالة الجزء الأكبر من الحواجز الأمنية من شوارعها أينما كنتم تابعوا بثنا المباشر على صفحة الميدين على الانترنت الميدين دوت نت والميدين نيوز على يوتيوب إلى اللقاء